السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الميزين طلاب الأذكياء العقالة الشطار أصحاب الطموح أصحاب الأهداف أصحاب الطاقة الإيجابية موضوعنا اليوم أيضا تكملت حل التمارين وهالحلقة الثانية لحل التمارين الوحدة السادسة عندك أول كلمة down payment يعني الدفعة الأولية شي يسمونها part of the total cost جزء من الحساب الكلي that is paid fairs تتبع أولا monthly installment شهريا الاقصاط الشهرية شي يسمونها part of the total cost that is paid every month جزء من المبلغ الكلي يدفع شهريا investment اللي هو الاستثمار something you buy that make money شيء تشتريه يعطيك نقود go up in value the amount you can sell something for increasing الكميات اللي تبيعها حتى تزداد شي يسمونها ارتفاع بالقيمة car insurance هسا اقولك car insurance يعني شنو money you paid فلوس تدفع لشركة so you can get money if your car is lost or damaged فلوس تنطيها لشركة وترجع تسحبها الفلوس اذا سيارتك اندعمت او عطلت شي يسمونه تيمين على السيارة ما اكو شي ما اكو شي مهم هذا مجرد تمرين عادي بس على امود كلمات تكمل معناها بالمعنى الاخر تقدرون تراجعونها وتقدرون تقرونها ايضا في تشيب مع السريع زيان هنا my father opened افتتح لو ميت صنع account for me when i was quite young عندما كنت طفلا خمس صنع لا افتتح i deposed installed five million iraqi dinner this morning انا اودعت لو انزلتو خمس ملايين اودعت banker usually pay يدفع لو charge يدير a fee if you are overdrawn اذا ردت تسحب يدير طبعا if you stay maintain a minimum balance you don't have to pay a fee اذا بقيت او حافظت على الميزانية ما راح تحتاج انه تدفع maintain i can't take لو make تاخذ لو تصنع او ادرول at any time take لو make انه انت تسحب لو تاخذ سحب طبعا تاخذ سحب تصنع السحب العفو some account cost لو pay تكلف لو تدفع more interested than other اكثر من اخواتها 80% المفردات وعندها كان أيضاanz بس لا لا لكروا موجودة وحلي adjustable كتب امباه للعيش Liber Syn想 ايضة مباشرة المستخدم سبب تاعتك الهاتف سابق او موال تمام بدخولك بالكترب we'll have paid بعدين اكسبير يعني غير شرعية وبعدين منتهت الصلاحية الى اخرى من 8 المفردات هذه 8 المفردات عليكم وتحلونا انتو لان انا اتخبل من حالها مو قصة اتخبل من حالها يعني انه اني ما احلها وهذا بس انا من النوع اللي شجع تعب بهيش تمارين لان انا اشرح لك قواعد وحل لك تمارين القواعد وحل لك تمارين القطعة تمارين المفردات عليها عشرين درجة اتعب بيها حتى تحصل اكثر عدد من المفردات الحساب التجاري comes with the checkbook يجيك مع كتاب شيكات بإمكانك السحب النقود من ماكن تصرافة الالي الحد لدنا الميزانية الف دينار the value of an investment can go down as well as up قيمة الاستثمار تصعد وتنزل if you don't have enough money to buy something اذا ما عندك فلوس حتى تشتري شيء you can ask the bank for a loan عليك ان تسأل البنك عن قرض هذا عندك ايضا من تشوف if الاختيارات سهلة يعني مثلا عندك هنا مضارع لازم يكون عندك الجملة الثانية مستقبل اذا نختار want نشوف هنا ماضي تام لازم الثانية would have لو would have زائد تصريف ثالث عندنا would have وعدنا تصريف ثالث من نشوف مضارع يعني الجملة الثانية شنو من نشوف مضارع لو ماضي بس شفنا الجملة الثانية would have تصريف ثالث لازم اختار I have seen لو had seen had seen حتى يكون ماضي تام had and would have تصريف ثالث had عندك هنا شنو مستقبل بالماضي ماضي بسيط مستقبل بالماضي ماضي بسيط ايضا مستقبل بالماضي ما ابي شيء هالتمرين ولا ابي صعوبة هذا التمرين مع الترتيبة الجمل مع الازم انت المبني المجهول انه انت تخلي الجملة لازم تكون عندك فاعل زائد فعل مساعد زائد فعل رئيسي زائد تكملة او تكون اداة سؤال زائد فعل مساعد زائد فاعل زائد فعل رئيسي زائد تكملة وتخليعنا انت الاستفاة when was شوف the mail فاعل delivered استلمت وتخلي انت الاستفاة نفس الشيء يجب من كلهم ترتبنوا اذا تقدر ترتبنوا ادزلياهم اكون شاكل لك وكن ممنون لانت عبت وحليت انت وجهدك هذا ان شاء الله يا ربي كافك علي بالمعدل العالي تمرين عن المبني المجهول ايضا المفروض تراجعوا المبني المجهول حتى تقرون هذا التمرين راح اخليلكم اهيش حتى تقدر ترد لحظة الحل وتشوف الحل شون الحل هذا التمرين عندنا هذا التمرين الاخير اللي هو put some aside يقول لك اكمل العبارات ضع شيئا منها جانبا punition plan تقاعد خطط تقاعدية regular saver اللي هما خلا نقول اللي يشيلون فلوس بشكل منتظم a fixed some مبلغ ثابت financially minded عقل تجاري a risky business اعمال خطيرة ما يجرب player لاعب كبير او لاعب رئيسي break even يدير عمل بدون ربح او خسارة realize the profit يدركها الربح وهذا كل شيء يتعلق بتمرين الوحدة السادسة وهي شيء نكون خلصت الحلقة الثانية من تمارين الوحدة السادسة اشوفكم بتمرين ثانية وحلقات ثانية حتى نحل تمارين الوحدة السابعة في